يقول الناس في طرح يكاد يكون غريبا شيئا ما أن القرآن الكريم صالح لزمان معين ولمكان معين وانتهت صلاحية هذا الكتاب المقدس حسب ما رأوه وحسب ما تترقوا إليه في أبحاثهم ولكن ما فتأ القرآن الكريم وعظمة ما قيل فيه إنا نسلنا الذكر وإنا له لحافظون الله عز وجل تكفل سبحانه بحفظ هذا الكتاب من كل تغيير وكل تبديل وكل تحريف برغم المحاولات العدة لهذا الفعل وهذا الجرم ولكن استوقفتني آية نفاتي الإنسان يتقدم في الأبحاث العلمية ولكن الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم يجعله دائما في قمة التفسير وقمة التدبر وقمة التأكد والجزم التام والنهاء والقطع على أن الله قادر على كل شيء وأنه العزيز الحكيم الذي وضع آياته في كل مخلوقاته وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ كل شيء قد عاجز عن تفسير العلماء لأن كل شيء لا يستثني من المخلوقات ومن مخلوقاته عز وجل أي عنصر كان وهذا المخلوق الماء المخلوق العجيب يتوصف وحيدا وفريدا بثلاث أوصاف ولو كان في كوب واحد سائل وثلج وغاز يتبخى في نفس الكوب لن تجد هذا التوصيف أي مخلوق آخر فالعلماء اليوم وتحديدا هذه الأشهر القليلة قد تبينوا غرابة أمر إعجازي أن الماء فيه ذاكرة وستجدون أسفل هذا الفيديو رابط يحيي لكم إلى العديد من الأقسام فانتبهوا إلى هذا فقد جرب العلماء عن مسافة بعيدة جدا بين بلدين كيف أن الماء في هذا المكان يتوصف كتوصيف مكونات الأديان ويكون نفس الشاكلة في التوصيف في مكان آخر حتى لو أرسلنا هذه الذبذبات عبر إرساليات لنفس الكوب في مكان آخر فأنا ما رأيته استوقفتني هذه الآية أن الذي يتوقع أو يريد أن يربك الناس في قراءة القرآن الكريم على الماء ويقول هذا قال رب أن القرآن شفاء لما في الصدور وهو شفاء لكل الأمراض ولكل ذا بإذنه تعالى عز وجل فهو الشاف الكافي فالذبذبات التي يقرأها الذي يرتل القرآن ويقرأ القرآن على الماء فاعلم أن تشكيلة الماء ومكونات الماء تتغير وتتبدل وأجزم العلماء أن الماء الذي يجري في القنوات هو مضر ومتغير إلى الأسوأ وأن أفضلية الماء النقي يتوصف ويحافظ على مكونات نافعة وهامة لجسد الإنسان فلذلك نقول ولقد جعلنا من الماء كل شيء حي نتفطن أن الماء هذا الماء يحي وهو حي استوقفتني آية في القرآن الكريم هو برنامج مقدم من أجل أن نقف مع كلام الله في قناة صدق جارية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل الصدقات قناة صدق جارية تيك توك فيسبوك يوتيوب ترجمة نانسي قنقر